شوف يا عبدالله بدي فرجيه لمحمد كيف يلعبه مظبوط هو جايب الطريبة شكله مدعوة لا يا محمد لا محمد ما تشوف الأسرار لا لو سمحت قالوا لي أنك أنت خطير قاعد تتدرب يعني عم بتدرب بس واضح أنه تدريب تبقى لي ما لم يأتي بأي نتيج حت السيارة دي ما تنفع لأني يا حبيبي أنا أخدت الكوربت البونس حق الجالكسي طب ليه ما بتقلي كل هالأشياء اللي انت بتعرفها شوف ليك أول ما قلت فرجيه قلت بصير وقت اللعب الجد طيب إذا هيك بدك أنا حشوف بعدين إذا أنت أحسن مني ولا لا الوعد الحلقة ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم حلقة جديدة من جلساتك الموضوع اليوم شيق هندخل في اللعب والشغل يعني من الآخر اشتغل صح والعب صح مع الجالكسي نو 20 هنسمع بين كل الأمور عندي الضيوف الكرام الأستاذ محمد بنفسه بشحم ورحم موجود والأستاذ عبدالله شرفتونا نعم حبيب صح هيا هتما هنت البتل Full اعبد نعم نعم شخص السامسونج نوت 20 حكينا كتير مواضيع المشاهدين الكرام قردي مطلعين علي خاصة بقنواتكم في مراجعات في كلام عن الجهاز اليوم هنعمل نوع من الكلوس اوب نقرب على الموضوع ونشوف شو امكانيات الجانب الشغل يعني انا كموظف او كبزنس اونر واحد عنده بزنس خاص كيف بفيدني النوتس تحديدا السامسونج نوتس والقلم والميزات اللي فيه والخبير في الالعاب استاذ محمد حتخبرنا عن بعض المزايا اللي موجودة مع سامسونج بإذن الله طبعا يعني فيه نقطة لازم نوضحها بشكل كبير الآن اللي هي اللي هي انه اكبر قاعدة المستخدمين للالعاب صارت الآن على الاجهزة الجوال المحمولة يعني اكثر من اي شي ثاني اي طبعا لانه تقدر اكثر من الجيم كونسول اللي بتكون في البيوت هل فيه اي واحد مننا مقف جيبوا جوال كل واحد مع جوال يعتبر مستخدم للجهاز واغلبهم يكونون يوم ما حملوا علاقة اللعبة وحده فكلهم يعتبرون لعبين حتى لو ملاعبين محترفين أو شي لكن يعتبرون لعبين فنفس الشيء شركات الجوالات الآن مثل سامسونج تركز لما نتقدم الفلاكشب حقها اقوى جهاز تحاول تقدم تجربة ألعاب فخمة للعبين من نفس اللي تقدر تحصلها في جوالات ثانية يعني عزم تكون التجربة حلوة فحتى شركات اللي يطور ألعاب بدت تحاول تقدم ألعابها الكبيرة في الجوال مثل ببجي فورتنايت كولف دوتي موبايل فورزا فورزا لعبة سيارات فخمة جدا وصار رحين في فورزا ستريت على الجوالات استاذ محمد أنا عانيت شغلي لما بكون عم بلعب جيم فجأة بيجيني اتصال بيجيني طبعا واتساب التعارف شغال 24 ساعة في وسيلة نحن نتخلص منها الإزعاج أثناء الجيم لأنه ما بتقدر تجمع بين اتنين هذا الشيء الحلو في أجهزة جالاكسي إنه عندنا حاجة اسمها سامسونج جيم لونشر هذا تطبيق بتنزلوا أو موجود؟ تطبيق موجود أنا أعتبره شيء أساسي للجيمير على الجالاكسي لأنه يعطيك خيارات كثيرة يعني منها التنبيهات تقفال التنبيهات التي تقلتها وفيه خيارات ثانية كثيرة يعني إحنا نعرف واحدة من المشاكل الأساسية اللي لما نستخدم الجوال للألعاب إن الألعاب تستهلك البطارية حق الجوال أكثر من الأشياء الثانية بلا شك بشكل كبير صح فأنا واحد يعني أبي ألعب وما أبي تخلص عليه البطارية بسرعة الجيم لونشر يعطيك خاصية أنك تخفض معدل الرفريش ريت حق الشاشة معدل تحديثات الشاشة بحيث تقلل استهلاك البطارية للألعاب وبالتالي تقدر تلعب فتر أطول بتعرف شو اكتشفت؟ أنه اللعب أخذ لنا عائلنا ما نحن قد نحكي عن الشغل عرضين أن نحكي عن اللعب أستاذ عبد الله من جانب الشغل لأنه محمد عندنا يعني هنعمل كلام تفصيلي وحنوريكم تحديداً كيف منفعل هالأشياء الجيم لونشر كيف منفعله كيف منستفيد منه يعني كل الأشياء اللي حتحتاجوها بالعين المجردة حتكون قدامكم بس قبل ما نوصل على الألعاب لأنه إحنا متحمسين نلعب قبل ما نبتدي أي شي خلينا نشتغل شوي يعني مشان ما بيقولوا نحلل الراتب يا أستاذ عبد الله شو رأيك أنت بالسامسونج نوتز تحديداً اللي أضفناه بالنوت 20 على النوت 10 خنا أقول إذا أرناه بالنوت 10 هو طبعاً معروف أنه سلسلة النوت أنا أشوف أنه موجهة يعني الفئة الأعمال بدرجة الأولى مصبوط فعندك القلم يعني هذا حاجة ثانية بالنوت أيضاً أنا أشوف أن سامسونج لما سوت التحديث اللي هو على الملاحظات على النوتز عندك موضوع البي دي ايف موضوع أنك كيف لما تكتب ليه هو كلام هذا بيحوله إلى تكست حتى هذه الميزة أنه تقدر اللي هي الكتاب النصيب بخط اليد يتحول إلى كتابة ديجيتل إلى كتابة ديجيتل حتى أنه هذه بتدعم العربي كويس ذكرت لأنه عشان تكتب بخط يدك وتحوله إلى الخط الرقمي لابد تكون مغير الإعدادات للغة العربية أيضاً مثلاً ميزة اللي هو الفولدارز والمجلدات يعني صارت فيها ميزة أفضل من قبل على موضوع الفولدر أنا يعني ذكرت قبل هيك بحلقات كتير أنه عندي النوتز من 2013 سبع سنين من النوتز ولكن عشان ما كان عندنا الفولدرز لما أعمل سكرول داون بدك شي يومين هلأ بالفولدرز أنا بقى بسمي الفولدر بسميه هذا بزنس وهذا مثلاً بلاجر وبغض النظر على الموضوع وصير فيني ما أعمل كاتيجريزيشن للموضوع أظن هذا موضوع الفولدرز بفك أزمات كتير للمستخدمين حتى أنا شوف الآن مثلاً قلنا نقول الموضوع لاجتماعات حتى للطلاب فمثلاً ممكن أنك تسجل الصوت والكتابة هذه أيضاً موضوع الكتابة والصوت أنا شوف أنه ميزة جداً جداً رهيبة حنجربها مع بعض إن شاء الله حنعمل ديمستريشن لتعرفوا تحديداً كيف أنت حتكتب بخط يدك تضغط زر التشغيل الصوتي فالجهاز حيعمل دمج ما بين الملف الصوتي اللي عم بتسجل فيه أنت الكلام والكتابة لما تعمل بلاي بعدين الشي غريب أنه بيشغل ملف الصوتي وبتبلش الكلمات تظهر انسجاماً مع التشجيل الصوتي يعني شي رائع أيضاً التعامل مع البديف مع ملفات البديف يوصلك على الإيميل أو يوصلك ملف فورد ممكن يعني لو معك جهاز ثاني أنت يبغالك أكثر من برنامج علشان تسوي كل الحاجات هذه هذه الآن بالجهاز والقلم وتخلصهم موراً وعلى السريع لأنه أفتكر أول ما دخلنا في اللوك دان وعدنا نجلس في البيت كل شوية بيجي مثلاً بي دي أف بدك تكتب عليها معقد الموضوع عندك الناس على مستويات عندك اللي مضطر أنه يطبع البي دي أف ويوقع عليه بخط يده يرجع يسوي له سكان ويعمل له إيميل هذا لو عنده برينتر وعنده سكانر مستخدم نوت أنا ما أتحرك عن الكرسي يعني بيجيني البرنامج كنت بالأول طبعاً منزل برنامج اللي هو الكتاب على البي دي أف الآن مع النوت 20 ما عد في داعي أنا بفتح السامسونج نوت بعمل إمبورت للبي دي أف بمضي بوقع بعمل اللي بحتاجه سيف وريساً لشخص اللي أسل ليه كل ياتوا على الجوال بظرف 30 ثانية أو دية يعني حياتاً فك أزمة هذا كلام نظري أنا حابب أنه كلنا نشوف مع بعض التطبيق على أرض الواقع فتعوا معنا لنشوف كيف حنسوي الشغل مزبوط وكيف حنلعب مزبوط كمان يلا تفضلوا معي وصلنا للمرحلة الصعبة ولا السهلة هذه السهلة خلينا نشوف مع بعض السامسونج نوتس يا أستاذ عبدالله ليكم ايوان في عندنا أكثر من نيزة الآن اللي هو بالنوت حلو هذا ملف بي دي أف هذا ملف بي دي أف تقدر أنك تعدل عليه تكتب حاجة يعني لو أحد جاء بي دي أف لازم يوقع عليه ايوان بالضبطية تبغي توقع تقدر أنك على طول توقع على الملف وتحفظه فينا نحول إلى بي دي أف فايل هو أراضي بي دي أف فايل مايكروسوفت ورد فايل باور بوينت فايل إيميج أو تكست فايل عندك يعني ست خيارات شيء رائع جميل ما يحتاج أن نزل تطبيقات إضافية هذا شيء حلو أنها مدمجة هنا بقى النوت الكتابة الكتابة يا سلام عليكم هذه برضو من المميزات التي أنا صراح حابة جدا خاصة للناس التي تكتب وخطها مو حلو مرة مثلي مثلي أنا وحتى أنا بعد أنا صرت دكتور من وراء الخط بس غير تبعا أنا دائما أكتب دي جيتل علشان أنه خطي موزين فالآن مثلا لا أوكي فهمت عليك ليش خطك موزين ما شاء الله علينا فأجي الآن هنا هذه دبليو ولا لا يا رجاء لا 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 واقف لا كنسل مش معقول طب إذا كتبت كنفيرت شو بيصير خلاص بيحولها لتكست شي رائع خلينا نشوف الدمج يعني ملف صوتي مع الكتابة حلو طبعا بتقدر تكتب بالقلم أو يعني لو تكتب بالخط العادي بالضبط طيب بعد كذا الآن حيسوي له مزامنة بين الكتابة وبين الصوت اللي قاعدين حنا نكتبها الآن رائع أيوة لأيكم تكتبت هيا لي يا أستاذ عبد الله مزامنة بين الكتابة وبين الصوت اللي قاعدين حنا نكتبها الآن والله شي رائع جميل هذه بالمحاضرات ولا وقت الدراسة بتكون رهيبة رهيبة جدا طبعا إحنا قلنا أنه هذا كله بنعمله تزامن برضه مع المايكروسوفت أوتلوك فأنت تبتدي النوت بالجهاز تكمل على الأوتلوك ترسله إيميل تحوله بي بي تي وورد دوكمنت كله براحتك طبت هيا لي اشتغلنا كتير صار وقت ولا طفشتونا صراحة لازم نلعب أنا عساجة يلعب اليوم ما شاء الله وي ارى جيد تجيب طبعا اليوم نلعب فورزا هات للفورزا طبعا فورزا واحدة من الأحلى علعب السيارات اللي موجودة وفورزا ستريت هي نسخة الهواتف موجودة عندنا أول ما نشغلها بتصر معنا ويد سكرين تشوف الحلاوة ياي ياي اذا اخذوا فورزا سيحصلون على سيارتين رهيبة حصرية لهم مجانية ثلاث نجوم كل سيارة اللي هي الفورد موستانج جيتي وايضا الكورفيت والله السيارة هاي بتشبه سيارتي صحي بالأحلام هذا الحلو في الألعاب هذي انها تخليك تلعب بالسيارات اللي بس تشوفها في الأحلام انا انا يعني راعي الموستانج كيتي اثنين واحد انطلق لا شوفير لا لا الداعش لا لا وحش فنان محمد على موستانج انا اضعي الموستانج ما عليك هي هي والله فنان احمد لا براخل انت انت يا ستاذ محمد يا لا لا انت وطرتني ما عليك انا وطرتك عزر عزر جميل بدل ما توطرني ايش رايك نتكلم عن ليش الناس مفروض تلعب فورزا على أجهزة النوت لأنه حيأخذ سيارة موستانج وسيارة كورفيت ويأخذ ذهب ويأخذ ذهب من الجالكسي أبس اللي هو الخاص المتجر سامسونج الخاص للتطبيقات شوف النايت رو شوف النايت والله صبقته ايه لا بلاش اوكي لا واضح انك انت فاهمين بس كنت شوية انت متوتر لاني انا سويت لك وجع دماغ مثل ما بيقوله واحد من الاشياء الرهيبة في جهزة جالكسي اللي هو السامسونج جيم لونشر حلو لاني يساعدك خصوصا اذا انت يعني تحب الألعاب زي تلعب كثير ما وجدك تخلص عليك البطارية صح ولا لا صح ايه فهذا واحد من الاشياء الحلوة اللي موجودة في اجزة سامسونج انك تقدر تدخل الـ Game Launcher نرزع لـ Game Launcher اذا الاداء اللعبة هذا الجزئية المهمة جدا هذا هم شيء طبعا التركيز على توفير هذه النقطة الاولى هذا الخاصية مهمة جدا لانك تقدر تختار انت مختار التركيز على توفير الطاقة بالتالي الجهاز حقك بيقعد فترة أطول على حساب اداء اللعبة لكن لو تحب الاداء يكون قمته لكن السلاح البطارية ايوة تختار تركيز تنصيك حتى لما تاخد سكرينشوت تختار نوع الملف دقتها ومنوع الملف يا سلام في نقطة مهمة بعد في الـ Game Launcher اتفضل استيزي الالعاب الفورية الالعاب الفورية هذه لو كنت انت مزنوق وبدك تلعب وما بدك تزل جيم وتعمل داونلود والاخير بتلعب أونلاين على طول على طول هيت لنجرب لا واضح اني مهر انا في هذه المبارات الجميلة هذه ثري بوينت شوف لما تكون السويش مضق بشي يعني يشوفوا هذه الجيمز الموجودة وبيعد يديك اكتراحات نقطة مهمة جدا عن الالعاب اللي هي شي تقدر تسويه بس مع الـ Galaxy Buds Live يلي هو اللي هي وإيش الـ Galaxy Buds Live فيها خاصية بس تتفعل في جوالات سامسونج اللي هي انك تقدر تشغل شي اسمه Game Mode اوكي أيوه الـ Game Mode رح يخلي Latency اوكي وقت ما تلعب وانت تستخدم السماعة تبقوا معاك يعني ما معناته ما فيه تأخير بين الصوت وبين الصورة اللي قاعد تشوفها لأن هذا الشيء مهم بالالعاب خصوصا لما تلعب تلعب تصويب والالعاب يبغالها دقة وتسمع تعرف صوت الطلقة تجيك متأخرة وصوت ماشي الشخصية اللي وراه حقين بوبجي بضبط حقين بوبجي هذا مجانين حقين بوبجي فإذا ما عكد السماعة كملت روعة يلا نرجع محلنا يلا يلا بس والله خطيرة طلعت يا سيد محمد يعني عارف انك جيمين وهايك بس انه تطول بالك علينا شوية لا أنا ما سوت شيء حين عشان ما نصك عين بس لك في عندك ممكن نستفيد منك يبصير محترف عشان تهزمني بعدين وانا انا دايما بحب اهزم الخصم على كل حال متل ما شفتوا عندنا يعني هايدي الأشياء موجودة بالنوت يمكن ما استغليتها ما فعلتها نحن حابين تستغل كل جزئية موجودة في الجوال ما تنسوا تزوروا بجر سامسونج الموجود بالرابط المجر الإلكتروني في عروض وفي اخر المستجدات اللي صار عندنا اتشرفنا فيكم كتير وانبسطنا فيكم وانتو شكرا على حس المتابعة ومشاهدة يعطيكم عافية نشوفكم بحلقتين من جلساتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة